اكد السيد علي عبدالله خليفة الأمير العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية على لهج مملكة البحاين الراسخ في ترجمة ثقافة وقيم الخير وغرس العطاء جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد علي عبدالله خليفة والدكتور سندو كرويت طبيب العيون النبالي الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دوراتها الخامسة بحضور مندبي الإعلام المحلي والإقليمي والدولي وقال الأمير العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية إن الجائزة تسعى من خلال أهدافها ومعاييرها ومجالاتها المختلفة لدعم حاضر الأوطان ومستقبلها لما فيه خير الإنسانية جمعا منوها بأن هذه الجائزة والتي أسسها جلالة الملك المعظم تاتي عرفانا وتقديرا للمآثر النبيلة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ودوره العظيم وتفانيه المخلص لخدمة الإنسانية والإنسان من جانبه ثمن دكتور ساندو كرويت طبيب العيون النبالي تكريمه من قبل جلالة الملك المعظم مؤكدا أن هذه الجائزة تعكس نهج جلالته في تبني المبادرات التي تؤصل قيم الخير والعطاء في العالم أجمعا يعني الأعمال الإنسانية في جميع أنحاء العالم عديدة ومتنوعة وتشكل حقيقة ظاهرة إنسانية تظهر ما في الإنسان من رقبة في فعل الخير وفي الإغاثة وفي حاولة النصرة فلذلك هذه الجائزة تبحث عن أعمال الخير المجردة لوجه الخير يعني بعيدا عن كل معنى سياسي أو حزبي أو فئوي فهي موجهة فقط لقيمة أو فلسفة الإنسان في داخله في روحه وفي قلبه ففي عديد من الناس نذروا أنفسهم لهذا النوع من الأعمال مجردا لا يريدون ربح ولا يتوقعون أن ينشئوا تجارة أو أملاك أو ما إلى ذلك فنحن نبحث عن هؤلاء الناس ونحاول أن نساعدهم في كثير من المواقع أو كثير من الفائزين اللي حصلوا على الجائزة من دورات السابقة استطاعت قيمة الجائزة أن تطور من عملهم وأن تعلي من قيمة الإمكانيات التي يستطيعونها فلذلك نحن نبحث عن هؤلاء الناس ونحاول أن نكافئهم ونحاول أن نبرزهم للعالم كذلك العالم يعرف عنهم حتى تمتد إليهم يد عون أخرى